اعزائي طلبة الصف السادس الادبي اهلا ومرحبا بكم في بث مباشر من فضائية العراق التربوية طلبتنا العزاء نحن بصدد استعراض مادة الفصل الرابع واي سؤال ما يخص مادة الاقتصاد للصف السادس الادبي الفصل الرابع يرجى الاتصال على الرغم الظاهر اسفل الشاشة وسنكون ان شاء الله مستعدين للاجابة عن كل اسئلتكم واستفساراتكم تحتل مادة الفصل الرابع طلبتنا العزاء اهمية كبيرة في مادة الاقتصاد للصف السادس الادبي كون هذا الفصل يضم الموضوعات مهمة في مادة الاقتصاد وهو موضوع المالية العامة والمصارف والنقود وهذه من المواضيع الاساسية في مادة الاقتصاد مما يستوجب على طلبتنا العزاء الى هذا الموضوع اهمية قصوى كونه من الموضوعات المهمة اذا طلبتنا العزاء وصلنا الى سؤال يقول وهذا ايضا من الاسئلة المهمة التي تعتبر من المواضيع الرئيسية في مادة الاقتصاد للصف السادس الادبي ومن الاسئلة التي تكررت عدة مرات في الامتحان الوزاري بصيغ مختلفة فوضعت السؤال بالطريقة التالية حتى يكون شاملا وكاملا لكل الاسئلة بالطريقة التي تطرح عرف السياسة النقدية وما هي ادواتها طلبتنا العزاء هذا السؤال شامل لكل المادة الدراسية ما يخص السياسة النقدية وادواتها فنقول السياسة النقدية هي مجموعة من الاجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي للتأثير في نسبة السيولة النقدية في التداول يعني عرض النقد بما يتناسب مع حالة النشاط الاقتصادي اذا الآن بينت بينت السياسة تعريف السياسة النقدية ما هي ادوات السياسة النقدية طبعا تتكون السياسة النقدية من مجموعة من الادوات وهذه الأدوات هي أول أدات هو سعر الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي هو السلطة الوحيدة القادرة على تحديد سعر الفائدة بالاقتصاد والزامة جهاز المصرف العمل بها هذا الأمر الأول أدوات السياسة النقدية إذن الأمر الأول هو سعر الفائدة وقلنا أن البنك المركزي هو السلطة الوحيدة القادرة على تحديد سعر الفائدة في الاقتصاد والزامة جهاز المصرف العمل بها أما الأمر الثاني فهو سعر الخصم طبعا سعر الخصم هو السعر اللي يحكم العلاقة بين البنك المركزي والمصارف التجارية في مجال خصم الودائع أنتقل إلى أداة أخرى من أدوات السياسة النقدية وينسبة الاحتياط القانوني طلبتنا الأعزاء نعني بنسبة الاحتياط القانوني هي نسبة يحددها البنك المركزي والتي يجب أن يحتفظ بها المصرف التجاري من الودائع على شكل سيولة نقدية يقوم بإداحة لدى البنك المركزي كاحتياط قانوني إذن هذا الأداة الثالثة أما الأداة الأخيرة والرابعة فهي عمليات السوق المفتوحة ماذا نعني بعمليات السوق المفتوحة؟ نقصد بعمليات السوق المفتوحة هي أداة يعتمدها البنك المركزي عن طريق شراء السندات الحكومية من المصارف التجارية وهو ما يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية عرض النقد لديها ومن ثم تزداد قدرتها على الإقراض الأفراد والمؤسسات وفي حالة البيع البنك المركزي للسندات يحدث العكيس تماماً إذن طلبتنا العزاء بينا السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي للتأثير في نسبة السيولة عرض النقد بما يتلاءم مع حالة النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية تتضمن أربع أدوات هي سعر الفائدة وسعر الخصوم ونسبة الاحتياط القانوني وعمليات السوق المفتوحة وهذه الأدوات الأربعة طلبتنا العزاء سعر الفائدة وسعر الخصوم نسبة الاحتياط القانوني عمليات السوق المفتوحة هذه من التعاريف المهمة في مادة الاقتصاد مما يستوجب على طلبتنا العزاء حفظها لأن مثلاً سعر الخصوم تكرر هذا التعريف أكثر من عشر مرات في الامتحانات الوزارية ويستوجب على طلبتنا العزاء معرفة السياسة النقدية وما هي أدوات السياسة النقدية لأن هذا من المواضيع الرئيسية والمهمة في مادة الاقتصاد في الفصل الرابع يعني لاحظ هناك مثلاً نسبة الاحتياط القانوني قلنا هذه النسبة يحددها البنك المركزي والتي يجب على المصارف التجارية أن تحتفظ بها بشكل سيولة نقدية ويداحها لدى البنك المركزي أما عمليات السوق المفتوحة فهذه العمليات أداة يعتمدها البنك المركزي عن طريق شراء السندات الحكومية يعني عندما يشتري البنك المركزي السندات من المصارف التجارية طبعاً عندما يأخذ البنك المركزي السندات ماذا يدفع عوضاً عنها؟ يدفع عوضاً عنها عملة هذه العملة تعطى للمصارف التجارية فستزداد هنا السيولة النقدية لدى المصارف التجارية مما يمنحها قدرة عالية على القيام بالإقراض والاستثمار لدى الأفراد ويحدث العكس عندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات إلى المصارف التجارية عندما يبيع البنك المركزي السندات إلى المصارف التجارية فأنه يسحب بذلك العملة من المصارف التجارية وهذه حالة تلجأ لها الحكومة عندما يكون الاقتصاد يعاني من تضخم فتكون هذه وسيلة لسحب السيولة النقدية من المصارف التجارية من أجل خفض معدلات التضخم أنتقل طلبتنا الأعزاء إلى موضوع مهم من آخر وهذا الموضوع هو ما سأل عنه أو سألت عنه أحد المتصلات قبل قليل وهو السؤال الذي يقول ما هي مبادئ الموازنة العامة عددها وأشرح واحدة المطلوب من طلبتنا الأعزاء حفظ هذه المبادئ وعددها ثمانية ثمانية مبادئ من مبادئ الموازنة العامة حفظها وهذه المبادئ تصلح تعريفا وتصلح تعليلا ويكون طلبتنا الأعزاء مستعدين للإجابة كيف ما يكون السؤال وليس الاكتفاء بخمس فقط منها وإنما كمنهج موضوع يجب على طلبتنا الأعزاء حفظ المنهج بكامله ولا يجزأ المنهج وإنما يكون الطالب أو طلبتنا الأعزاء مطالبين بهذا المنهج كاملا الأمر الأول هو سنوية الموازنة قد يأتي تعريف عرف سنوية الموازنة أو يأتي بصيغة العلل من مبادئ الموازنة العامة سنوية الموازنة ماذا تقول؟ هنا يجب إعداد الموازنة عن سنة مالية لا أكثر ولا أقل لكن هذا لا يمنع أن تعد الموازنات لأكثر من سنة فلدينا هناك الخطة الخمسية مثلا تكون الموازنة لأكثر من سنة لكن كعمل بموجب الموازنة عادة الميتهم إعداد الموازنة عن سنة مالية تبدأ في بداية العام وتنتهي في نهاية العام نفسه هذا حتى لا تتكرر الميزانيات المتعاقبة يعني مجرد انتهاء العام يعني 31-12 تكون الميزانية قد انتهت تبدأ ميزانية جديدة وهكذا الأمر الآخر هو شمول الموازنة العامة هنا من مبادئ الموازنة العامة أن تكون الموازنة شاملة لكل أوجه نشاط الدولة يعني تضمن النفقات العامة والإيرادات العامة ولا توجد هناك احتمادات خارج الموازنة الأمر الآخر هو عمومية الموازنة نقصد بعمومية الموازنة هنا لا تخصص إيرادات أقليم أو مصلحة للإنفاق على نفسها وإنما تجبل إيرادات العامة وتوضع في خزينة الدولة المركزية والدولة هي التي تقوم بتخصيص أو توزيع حصص الوزارات يعني مثلا لدينا هناك وزارات لديها ميزانيات كبيرة مثلا وزارة النفط وهناك وزارات ليس لديها موازنة فيجب أن تجمع الإيرادات العامة من مصادرها الأصلية وتوضع في الخزينة العامة ثم توزع الحصص هذا من باب عمومية الموازنة أما الأمر الآخر فهو وحدة الموازنة ينبقي على السلطة القائمة هو إعداد موازنة واحدة في الدولة وثيقة واحدة في الموازنة لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك موازنة أخرى قد تمنح الحكومة بعض الوزارات من أجل نشاط محدد من أجل معرفة ذلك النشاط الأمر الآخر وضوح الموازنة يجب أن تكون الموازنة واضحة يعني على القائمين على إعداد الموازنة العامة أن تكون الموازنة واضحة يعني ماذا نقصد بالموازنة الواضحة؟ أن لا تحتوي على طلاسم بحيث يصعب على القائمين على الموازنة قراءتها من ممثلية الشعب وإنما أن تكون واضحة الموازنة يستطيع فهمها ومناقشة عناصرها الأمر الآخر هو دقة الموازنة يعني دقة الموازنة أن تكون تقديرات الموازنة بعضها مع بعض متناسق يعني عندما نجبي الإرادات العامة ونصرف النفقات العامة هذه عبارة عن رقمين هذين الرقمين يجب أن يكون متقارب بعضهما من بعضهما وليس هناك بون أو فرق شاسع بين النفقات العامة والإرادات العامة وأنها تكون متناسقة مع بعضها الأمر الآخر هو مرونة الموازنة ماذا نعني طلبتنا الأعزاء بمرونة الموازنة نعني بمرونة الموازنة بعد أعداد الموازنة وإجازتها من السلطة التشريعية وتحويلها إلى السلطة التنفيذية تبدأ السلطة التنفيذية بالعمل بالموازنة لكن في بعض الحالات يحدث طارئ مثلا حالة حرب أو وباء أو فيضان أو كارثة بيئية هنا يستلزم على السلطة القائمة هو تعديل الموازنة وهذا ضمن فقرة مرونة الموازنة يعني إمكانية تعديل الموازنة عند حدوث طارئ الأمر الآخر هو توازن الموازنة طبعا نقصد بتوازن الموازنة هو أن تساوى النفقات العامة مع الإرادات العامة في الموازنة العامة وهذا هو المنهج التقليدي في إعداد الموازنة العامة لكن لدينا هناك حالتين الحالة الأولى هو عجز الموازنة يعني قد تصدر الموازنة بعجز ونقصد بعجز الموازنة هو زيادة النفقات العامة على الإرادات العامة أو بفائض ونقصد بفائض الموازنة هو زيادة جانب الإرادات العامة على النفقات العامة إذن طلبتنا العزاء هذا السؤال لا يمكن الاستغناء عنه وهو من الأسئلة المهمة في مادة الفصل الرابع من اقتصاد السادس الأدبي وهو الذي يقول ما هي مبادئ الموازنة العامة عددها واشرح واحدة بل عددها واشرح جميع ما موجود من مبادئ الموازنة العامة لأن هذه المبادئ جميعها تصلح تعاريف أو تعاليل ومطلوب من طلبتنا العزاء حفظ هذه المادة الدراسية كونها من المواضيع المهمة في مادة الاقتصاد للصف السادس الأدبي طلبتنا العزاء أنتقل إلى سؤال آخر وأيضا هذا السؤال يعتبر من الأسئلة المهمة في مادة الاقتصاد للصف السادس الأدبي إذن طلبتنا العزاء فاصل ونعود إليكم اشتركوا في القناة